كحق عودة عندما نتحدث عنه ونحن نتحدث ووفق منظور القانون الدولي يعتمد على مصدرين أساسياً المصدر الأول اللي هو فعلاً القانون الدولي لحقوق الإنسان والمصدر الآخر اللي هو القانون الإنساني إنه إذا بدنا نحكي بطريقة واقعية ومنطقية بدنا نفهم إنه القانون الدولي كما بروح بعد الناشطين الشراكسر إنه بقول لك إحنا نعتمد على المواثيق، على القانون الدولي كويس أنت بدك تحضر درسك ولكن بدك تعرف أن النظام الدولي بدك تشوف خصائصه بدك تشوف شو هو بدك تشوف شو طبيعته هل القانون الدولي فعلا له تأثير له وزن له ثقل بهذا النظام الدولي هل هذا النظام قادر على أنه يطبق فعلا هذا القوانين الدولية هل تمتثل الدول له وزي ما حكينا في محاضرة سابقة مفهوم السيادة تسمو ولا يسمو عليها فبالتالي عملية الهروب أو خلينا أحكي التملص من القانون الدولي موجودة والدول لها مقدرة عليها بالمقابل بطلع لنا إشكالية اللي قلنا عنها الموجودة لدى أبناء الشعب الشركيسي أو خلينا أحكي لدى الشعب الشركيسي نتيجة عملية التهجير الآن بعد 160 سنة هل لفظة لاجئين اللي هي مرتبطة بحق العودة مقبولة لدى أبناء الشعب الشركيسي هذا السؤال هل مثلا مهجرين مقبولة مطرودين مقبولة الآن نحكي عن 160 سنة غيرت الكثير من العقلية غيرت الكثير من الأفكار وتغيرت الكثير من الشخصيات الموروث الثقافة تغير حتى الشخصية الشركيسية نفسها تغيرت لما نهار الاتحاد السوفيتي ما كان هناك منظمات أو حتى هيئات تستوعب هؤلاء العائدين مع أنه الفكرة كان أنه عودة الشعب الشركيسي ولكن ما هي الأدوات ما هي الآليات الحاططة أنت لأنه في فروقات بتكون يعني أنت ما بدك تستنى زي ما بدك أضرب مثلا أنا قبل هالمرة جبت هذا الكتاب حنين التراب لغازي شمسل بتحدث عن عودة الشراكسة من كوسوفو بصراحة هو مثال واضح جدا لمشكلة مشروع العودة ومثال واضح جدا كيفية التغلب عنه يعني إحنا بنحكي هو القرار صدر ترى قرار العودة تبعهم اللي كان أتوقع رقمه 696 القرار الفدرالي هذا أنه يسمحوا بالعودة الشراكسة كوسوفو صدر بـ 3-8 1998 ولكن بدأت هاي المباحثات وهاي الجراءات وهاي المفاوضات منذ الـ 94 يعني قرابة أربع سنوات أربع سنوات على مئتين شخص تقريبا الأول يعني خلينا نحكي هذا كمثال عن العودة الجماعية الموجودة فلما تطلع شو المشاكل اللي صارت أو تتبع هذه القصة وأنا بفضل فعلا أنه ياريت يمكنك تقرأوا وأظنني موجود بـ دي اف أيضا على الـ على النت يعني تشوفوا المشاكل فعليا اللي حصلت وكيف تم التغلب إننا إحنا بنحكي عن دولة زي روسيا الاتحادية أنا ذاك بالـ 98 قاب قوسينة أودنا من إعلان فلاسة دولة تعاني من عدم القدرة على السيطرة على أقرب إلى الدول الفاشل هيك كانت كروسيا على فكرة نفس الأمر حاولوا الآن يعملوا وقت الأزمة السورية 150 شخص طلبوا منهم من شراكة سوريا إرسال رسالة إلى رؤساء الجمهوريات الشركسية طبعا وقتها تحركت جمهورية القبر دي وقتها وأرسلت إنذكروا المرحوم ألبرت قاجر ذهب هناك وقابلهم مع نفس السيناريو لجنة نتقص الحقائق يشوف الوقاعة هناك ويرجع طبعا قصته شهيرة يعني مش زي وقت كوسوفو يعني تداولوها أنا دغري لمجتمع معهم دمشق كانت ردة الفعل إنه لا إحنا بسوريا وإحنا الأمور تمام ونحن ونحن فطلب بعد ما روحوا كذا إنه يقعدوا هيك يعني بالفندق فبلش يتحدث باللغة الشركسية بدون مترجم إنه حكوا لي المظبوط شو فيه حكوه لكن للأسف ألبرت تعرفوا إنه توفي للأسف بهذا السير لدى عودته إلى نالشك وبعدها بدأت بعثرت موضوع خلينا نقول مسألة العودة التانية لشراكز خلينا نحكي المجتمع الشركسي في سوريا بلشت بعض المشاكل إنه البعض منهم حمل حصل على أو أعاد أو حصل على العودة أو حق العودة أو خلينا نحكي إنه حصل على إقامة مؤقتة أو دائمة وفورا غادر باتجاه أوروبا ما ظلوا وبعضهم حصل على منح الطلاب وأيضا غادرها وطلع على أوروبا فكانت هناك العديد من الإشكاليات والتصرفات الفردية اللي ضخمت واللي عظمت بطريقة عشان تبين أنه الشعب الشركسي لا يريد العودة فتضررت كثيرا وللأسف مع وجود زي ما قلت انخفاض موضوع الوعي القومي في المهجر لهذا الموضوع أنه ما حصل في سوريا قد يتكرر في العديد من الدول الأخرى لذلك عملية العودة هي فعليا إذا من نيجي على الحقيقة هي فعليا الوحيدة القادرة من الناحية الواقعية من الحكي والمنطقية على الحفاظ على القضية الشركسية وعلى تجاوز تبعات ما حدث بالقضية الشركسية وهي الوحيدة القادرة على الحفاظ على ثقافة وعلى تاريخ هذا الشعب ترجمة نانسي قنقر